أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في علم الأحياء تناولنا الحلقات السابقة أول جزئية دايما بحب أن أرجع للأجزاء اللي فاتت علشان دايما تكون في ذاكرتك اتكلمنا عن الأساس الكيميائي للكائنات الحية واتفقنا أن احنا عندنا مواد عضوية وهي كاربوهايدريت والليبيدات والبروتينات والأحماض النووية وعرفنا أن في حاجة اسمها أيضا بتحصل في الخلايا أو تمثيل غزائي عشان يستفيد جسمك من المواد الغزائية اللي اتخدمت وتم امتصاصها وبعد كده دخلنا في الجزئية التانية والباب التاني اللي بيتكلم عن الخلية وقلنا الخلية وحدة بناء الكائن الحي وده كلام معروف لكن الجديد إنها مش وحدة بناءه بس ده وحدة وظيفة كمان يعني علشان الكائن الحي يقدر يقوم بوظيفه بالوجه الأكمل لازم أجهزة جسمه تقوم بوظيفها بالوجه الأكمل وبالتالي لازم كل جهاز أنسكته تقوم بالوجه الأكمل أو تقوم بالعمل بتاحها بشكل سليم والنسيجة عبارة عن خلايا يبقى لازم الخلية تقوم بعملها هي الخلية بتعمل أو طبعا تكلمنا عن المجاهر وعرفت أن أنا عندي ميكروسكوبات أو مجاهر ضوئية بتعتمد على الضوء الطبيعي ضوء الشمس يعني أو الضوء الاصطناعي وتكلمنا عن المجاهر الألكترونية اللي هتعتمد على حزمة الألكترونات ذات الصراعات الفائقة وكان الغرض من ده كله إيه إن أنا بحاول إن أنا أعرف محتويات الخلية أدخل جوه الخلية أعمل تباين أكتر للخلية لما شفتها بالميكروسكوب البسيط في حاجات أنا ما قدرتش أشوفها واللي شفته أو العضيات اللي شفتها جوه مش قادر أدخل جوها وشوف هي عبارة عن إيه وبتقوم بعملها إزاي فكوننا المجاهر الألكتروني ودخلنا جوه الخلية عملنا رحلة جوه الخلية وجدنا إيه وجدنا أن الخلية عبارة عن جدر خلوية ودي في الخلال نباتين وفي أخشية بلازمية بتحيط بالبروتوبلازم إيه هو البروتوبلازم؟ السيتوبلازم بما يحتوي من عضيات ومعايا النواة اتكلمنا عن النواة وشفنا الوظيفة بتاعتها إيه وطبعا أكيد تناولنا الجدر الخلوي الذي يتكون من ألياف السيريلوز وتكلمنا عن الغشاء بلازمي اللي بيتميز بالنفاذية الاختيارية لأنه اللي بتحكم في مرور المواد من وإلى الخلال وعرفت وظيفة النواة إيه في نقل المعلومات الورصية وفي التحكم في الوظائف الحيوية اللي بتتم فيه الخلال وبعد كده طلعنا للسيتوبلازم لأنه فيه عديات كتير قوي جوه السيتوبلازم ده فيه محاطة بغشاء وفيه غير محاطة بغشاء طب الغير محاطة بغشاء خدنا مين؟ الريبسوم مصانع تخليق البروتين خدنا الجسم المركزي أو السنتروسوم المسؤول عن الانقسام في الخلية وفي بعض الكائنات الأخرى البسيطة بيكون أهداب وأصوات رجعنا قلنا طبعا فيه عديات غشائية أي محاطة بغشاء زي اتكلمنا عن الشبكة الانتوبلازمين اتكلمنا عن باقي العديات زي باقي العديات زي جهاز جولجي زي الميتوكنديريا مصانع انطلاق الطاقة في الخلية زي اللايسوسوم زي الفجوات زي البلاستيدات وفي النهاية عرفنا كده كل محتويات الخلية وعرفت ان كل عضية مسؤولة عن عمل معين أو عن وظيفة معينة فيه أنسجة يكسر فيها عضية معينة على سبيل المثال النقاط اللي أركز عليها وأنا بذاكر لان دي النقاط اللي موضع السؤال في آخر السنة مثلا ايه العضية اللي بتكسر في الخلال غضية طالما غضية يعني بتفرس حاجة يبقى أجسام جولجي طب ايه العضية المسؤولة عن انطلاق الطاقة في الخلية ميتوكنديريا بيحصل تأكسد للجولوكوز في داخل ميتوكنديريا عشان تنطلق الطاقة او تخزن في صورة اي تي بي مين المسؤولة عن التخزين الفجوات مين المسؤولة عن البناء الضوئي البلاستيدة اذا انا قدرت اوصل لكل عضية جوه الخلية بتعمل ايه ووظفتها ايه اماري النهاردة هنعمل ايه هنحاول نقفل البده باخر جزئية بتتكلم عن التمايز تميز الخلايا النباتية والحيوانية يعني ايه تميز خلايا طيب تعال ناخدها على النبات هل تتوقع ان الخلية اللي بتكون انسجة الجزر نفس شكل الخلية اللي هتكون انسجة الصاك وكذلك الاوراق اكيد هتقول لي لا ليه عشان الجزر وصفته امتصاص الميا والاملاح فاكيد الوظيفة بتاعته هيكون تركيبه يتلقم معاه اللي احنا بنطلق عليها الملأمة الوظيفية عشان لو سمعت الكلمة دي تفهم معناها ايه لكن الصاك الوضع مختلف اصل الصاك ده مسؤول عن نقل المواد الغذائية او نقل الميا والاملاح اذا تركيبه هيتلقم معا عامله وكذلك الورقة انت فهمت كده ايه فهمت ان الانسجة بتاعت النبات الخلايا النباتية بتختلف بتتباين بتتميز حسب ايه على حسب الوظيفة اذا اي كائن حي لو كائن عديد الخلايا لازم تتميز عشان الوظائف لتعدد الوظائف يبقى انا ممكن اجيب السؤال واجاوبه في كلمتين اتنين علل تتميز الخلايا النباتية لتعدد الوظائف طب هاب الكلام ده برضو معاي في الخلايا الحيوانية ده اكتر ده انت عندك الكائن الحي او الحيوان انسيجته اكتر عنده تعقيد اكتر عنده رقي اكتر وده بيحتم عليه وجود اجهزة كتير جدا في جسمه هل وظيفة الجهاز الهضمي زي الجهاز تنفسي زي الجهاز الدور زي اي جهاز درسته قبل كده بالطبع لا هل تكوين الخلايا او النسيجة هيتشابه اكيد لا لان ده وظيفته غير ده مش بس كده ده انا لو مسكت الجهاز الهضمي بس هل لو جينا خد كطاع فيه نسيج او في خلية معده هل هي نفسها اللي نلاقيها في الامعاء الضقيقة او في اللفائفي برضو لا معين الاتنين جهاز الهضم يبقى لازم يحصل ايه انا عايزك تفهم الموضوع ماشي ازاي يبقى لازم يحصل تمايز انسجة ايا كان نوع الكائن الحي ده والاجابة المقتتين لتعدد الوظائف كل ما كان الكائن اقصر رقي كل ما تعددت الوظائف اللي بيقوم بيها الكائن الحي ده كل ما احتاجت ان انا اعمل تنوع في الايه اعمل تنوع في الانسجة طيب تعال زي ما احنا متعودين بنشوف جزئية جزئية بنقراها سوا ونبدأ نفسر المنطقة دي بتتكلم عن ايه او الجزئية دي بتقول ايه مبنى النهاردة او عنواننا النهاردة الفصل الثالث تميز الخلايا النباتية والحيوانية طيب تعال نشوف هنبتدي نتكلم عن ايه في التميز طبعا احنا اتفقنا ان انا عندي الخلايا نوعين طيب بدأ للكلمة بايه بدأ للكلمة ان انا عندي تعضي ايه تعضي عضيات في الكائنات الحية او في جسم الانسان جسم الانسان مقامل مجموعة من الاجهزة كلام قديم احنا عارفينه مقامل مجموعة من الاجهزة اللي بتتكامل مجموعة من الاعضاء اللي بتتكامل مجموعة من الانسجة والنسيج مجموعة من الخلايا المتخصصة في عملها إذن أنا لسه إيه بتكلم عن تكوين الكائن الحي طيب تعالى نبدأ بأول حاجة اللي هو الأنسجة النباتية طبعا دازم دايما بنبدأ بالنبات لأنه هو أقل رقي ثم أنهي به الإنسان أو الحيوان الأنسجة النباتية عندي نوعين نسيج بسيط ونسيج مركب أنسجة بسيطة وأنسجة مركبة والنسيج البسيط عندي له ثلاث أنواع عندي بارانشيمي عندي كولانشيمي عندي اسكالرانشيمي طبو المركب عندي حاجة اسمها خشب وعندي حاجة اسمها لحاء طب تعالى ندخل في تفاصيل أكتر وقبل ما أدخل في أول نوع اللي هو البارانشيمي تعالى أفهم يعني إيه نسيج بسيط ويعني إيه نسيج مركب طيب خليك معاي إيه هو النسيج البسيط النسيج البسيط عبارة عن مجموعة من الخلايا تمام وانا قلت بسيط يبقى الخلايا دي متمثلة في الشكل وفي التركيب والوظيف عشان كده سلميته نسيج بسيط يبقى النسيج البسيط عبارة عن مجموعة من الخلايا المتمثلة شكلا وتركيبا ووظيفيا طبعا طب والمركب باين من اسمه لما قولك مركب فهمت ايه على سبيل المثال لو انت بتحب الكيميا كلورد الصوديو مركب ليه لانه عبارة عن صوديو مكلور طب ما هو نفس القص طب لما قولك نسيج مركب افهم اننا لك كت حاجتين اذا نسيج المركب عبارة عن ايه مجموعة من الخلايا طبعا اكيد غير متمثلة او المختلفة في الشكل والتركيب والوظيفة وسواء كان بسيط او مركب هيتمايز هيختلف تركيبه ومحتوياته على اساس الوظيفة اللي بيقوم بها هذا النسيج يبقى انا عندي نسيجين بسيط خلايا متمثلة شكل وتركيب ووظيفة تم مركب لا خلايا متبينة خلايا مختلفة في الشكل وفي التركيب والوظيفة هنبدأ ناخد مثل النسيج البسيط البارانشيمي اقصر انواع الانسيج النباتية انتشارا الكولانشيمي والاسكالرانشيمي ونشوف صور بتوضح لشكل ده والشكل ده وهرسمها لك كمان علشان تقدر تعرف الفارق بين الاتنين ده نشأ عن ايه وده نشأ من ايه ووظيفة كل واحد ليهم ايه طيب تعالى نبدأ باول نوع من انواع الانسيج اللي هو ايه زي ما احنا متعودين النسيج البارانشيمي هبدأ بيه نشوف مكتوب عنه ايه ونبدأ نشرح الجزئية دي النسيج البارانشيمي نسيج حي هو فيه انسيجة ميتة اه فيه نسيج حي وفيه نسيج غير حي النسيج الحي لسه محتوى بالسيجة لازم التعوى والنواع بتاعته لكن النسيج الميت او الغير حي مش هيكون فيه الكلام طيب شكله ايه الخلايا بتكون يا بيضاوية يا مستديرة وظيفته ايه طيب بيقوم بالبناء الضوئي بيختزن المواد الغذائية بيعمل تهوية تاني النسيج البارانشيمي خلايا بيضاوية الشكل مسؤولة عن البناء الضوئي مسؤولة عن اختزان المواد الغذائية وكذلك التهوية طيب انا عايزة انا ما بعرفش احفظ انا في الاحياء لازم افهم عشان اعرف احفظ طيب تعال معايا واحدة واحدة اولا النسيج البارانشيمي اكثر انواع الانسيجة النباتية تنوع او مش تنوع نقدر نقول انتشار اكثر انواع الانسيجة انتشارا في جميع انواع الانسيجة في جميع مناطق النبات هلاقي فيه نسيج بارانشيمي النسيج البارانشيمي عبارة عن خلايا واخدى الشكل الدائري او البيضاوي شكلها دوائر او بيضاوية مترصة بجوار بعضها متلمسة مع بعضها احسن فيه طلبة تيجي ترسمها بتقوم تدخل الدوائر في بعضها مش صحة وهنرسمها حالا دلوقتي النسيج ده مسؤولة عن ثلاث حاجات طب تعال نشوف شكله الاول النسيج البارانشيمي تعال كده لو حبينا نرسم سوا شكل النسيج البارانشيمي هيكون شكله ايه هو عبارة عن خلايا طيب هنرسم الشكل بتاع الخلايا هرسم الشكل البيضاوي او الدائري واخد بالك انا بعمل ايه بارسم كور او خلايا جنب بعضها بنقول عليها متماسة متماسة مايجيش بقى طالب يقوم رسمها لي ومعامل كده ومعامل كده غلط ماينفعش لازم تكون الخلايا متماسة طب لاحظت حاجة اه هي الدوائر متلمسة مع بعضها اه بس لاحظت ان فيه مسافات في النص المسافات اللي في النص دي بنسميها مسافات بينية مسافات بينية يبقى شكله دا دائري وممكن يكون بيضاوي بيحصر بينه مسافات بينية في بينه ايه مسافات بينية وطالما فيه اي نسيج فيه مسافات بينية اعرف المسؤول عن التهوية على طول تهوية تبادل غزات عشان يمر من هنا الهوى محمل بالاكسجين فيتم تبادل الغزات بيعمل تهوية في بعض انسيجة النبات لما نوصلها ان شاء الله في منهج الصف الثاني السنوي في منطقة كده في ورقة النبات هنسميها نسيج اسفنجي لانها عبارة عن ايه عبارة عن خلايا برانشيمية في بينها مسافات بينية فبتسمى نسيج اسفنجي النسيج دا ممكن يكون مسؤول غواء او غالبا مسؤول عن البناء الضوئي طيب بديه من غير ما تكون محافظ او مذاكر بناء الضوئي مين العضية المسؤولة او العضية المسؤولة عن البناء الضوئي طبعا مين اكيد اخر حاجة قلناها الحلقة السابقة البلاستة الخضراء يبقى اكيد عندها بلاستة الخضراء تاني حاجة هتلاقي جوه الخلية دي فجوات طب مين المسؤولة عن الفجوات او الفجوة بمعنى تاني مسؤولة عن ايه مسؤولة عن اختزان اختزان مياه اختزان مواد غزائية يبقى انا قدرت اعرف وظفته من خلال محتوياته الخلاصة انا عايزاك تركز في ايه خلايا بيضوية الخلايا دي بيضوية او دائرية بينها مسافات بين ايه هحفظك تلت كلمات عن كل النسيج التلت كلمات ده يحلوا لأي مشكلة في النسيج واي سؤال يجيني في النسيج اللي هم ايه النسيج ده مسؤول عن هحفظ وظيفه بناء ضوئي مسؤول عن اختزان المواد الغزائية مسؤول عن تهوية بناء ضوئي تخزين تهوية اول ما اسمع كلمة برانشيمي يجي في بالي الثلاث كلمات دول بناء ضوئي تخزين تهوية واي حاجة تانية تجيني سهلة ليه بما يقول لي علل النسيج البرانشيمي مسؤول عن البناء الضوئي بديهي مين مسؤول عن البناء الضوئي بلاستيدا لأنه يحتوي على بلاستيدات خضراء خلاص طب علل النسيج البرانشيمي مسؤول عن تخزين مين اللي احنا خدناها عضية مسؤول عن التخزين فجوات يبقى لأنها تحتوي على فجوات عصرية خلاص طيب علل ليه النسيج البرانشيمي مسؤول عن التهوية احنا قلنا تهوية يعني ايه تبادل غزات يبقى اكيد فيه مسافات بينهم ايه مسافات بينية لأنه يحتوي على مسافات بينية يبقى انا لما حفظت التلات كلمات اللي يختصوا بوظيفة النسيج البرانشيمي قدرت اجيب كل وظيفه بعد كده بناء ضوئي تخزين تهوية عرفنا ليه احنا الباب اللي فات او الفصل الفصل السابق اتكلمنا فيه عن الضعوضيات اللي في الخلية عشان اقدر اعرف كل وظيفة وخليكم معانا هنطلع فاصل وهنرجعلكم مرة تانية انتظرونا رجعنا لكم مرة تانية وكنا تناولنا اول نوع من انواع الانسيج النباتية البسيطة هو النسيج البرانشيمي وقلنا عرفت خلاص ان شكله دائري او بيضاوي خلايا مترصة بجوار بعضها ممكن نقول متلمسة في بينها مسافات بينية وقلنا ان وظيفه تلت نقط اقدر منهم اجيب اي تعليل اجيب اي اختر لو قدرت احفظ التلت كلمات دول وهم بناء ضوئي تخزين تهوية بناء ضوئي يبقى بلا سيدة خضراء تخزين يبقى عنده فجوات وتهوية يبقى بيحتوي على مسافات بينية طيب هنحاول بعد كل نسيج نشوف صورة توضح لي شكل النسيج داي تعال كده نشوف الصورة دي اللي بتعبر عن النسيج البارانشيمي واضح ان الخلايا جنب بعضها هوت في بينها مسافات بينية اللي هي الزوايا دي فاضية اهي اللي انا بحاول اشار عليها بالموز دي الزوايا الفاضية دي عبارة عن المسافات البينية اللي بين الخلايا بعضها ببعض ودي المسؤولة عن عملية التهوية طيب ننتقل للحاجة التانية او النوع التاني اللي هو النسيج القولانشيمي كالمعتاد نعرف هو بيكلم عنه ونشرحه ده نسيج حي خلايا متوسطة برضو حي يعني فيه البروتوبلازم خلايا مستطيلة الشكل هناكت واخدت شكل بيضاوي او الدائري هنا واخدت شكل مستطيل شوية مغلصت الجدران ودي اهم حاجة بتميز النسيج ده ان الجدران مغلصة بمادة السيلولوز وعايزك بقى من هنا لغاية من شاء الله تخلص تعليمك لو كنا هندرس او هنختص بمواد علمية يبقى دايما ثابت في ذهني النسيج اللي بيتغلص بالسيلولوز او معنى كلمة السيلولوز اذا ده مسؤول عن تدعيم النبات سيلولوز تدعيم على طول تدعيم النبات واكسابه الليونة طيب تعال نفهمه احاول ارسمه عشان اعرف ايه الفارق بينه وبين النسيج التاني اللي احنا تكلمنا عنه وقلنا نسيج البرانشيمي طيب تعال كده نرسم الكولانشيمي ونشوف الفارق ايه الخلايا برضو مترصة بجوار بعضها مفيش جديد بس الجديد اللي انا هعمله دلوقتي ايه انا عملت ثلاث خلايا مترصة الجديد ايه هاجي على الاركان على الزوايا على الاركان وابدأ احط مادة الايه حطيت مادة السيلولوز عند الاركان يبقى انت فهمت ايه ان هو شبه النسيج الكولانشيمي جدا لكن بدأت اغلزه عند الاركان بمادة السيلولوز والسيلولوز زي ما اتفقنا حفظنا لها ايه تدعيم النبات واكسابه الليونة ايه تدعيم اصدقوذ النبات ده ما عندوش هيكل النبات مش زيك عنده هيكل خارجي او عنده هيكل داخلي طبعا انت كانسان عندك هيكل داخلي عنده جهازك الهيكلي بيكسبك الدعامة بتاعته بيكسبك شكلك الخاص هو ما عندوش هيكل امال ميلي بيدله شكل خاص الجدر الخلوية بتاعت النبات ولما خلي النبات ده عايزة منطقة معينة تتغلص عشان تقدر تقوم الرياح شوية او اديها نوع من انواع التدعيم احط لها النسيج السريلوزي ده او احط لها مادة السريلوزي اكلمنا اضكوا اكثر علميا هدى ارسب مادة الايه السريلوز يبقى السريلوز دي مادة السريلوز مادة بتترسب وعلى حسب مكان ترسبها تكسب العدو ده التقوية هي تكسبه الدعامة هتكسبه الليونة في نفس الوقت يعني مثلا هلا ايها فين عنق الاوراء الورقة العنق بتاعها اللي هو اللي شبه الصد ده ارفع شوية العنق ده قدلت تحمل الطيارات الهوائية عنق الزهرة اي حاجة من دي لو جيت نسيجته هتلاقي تحس ان هو ناشف شوية حتى نفس الورقة العرق الوسطي بتاع الورقة لما تيجي تمسك ورقة تقطعها من نبات وتيجي تفرقة في ايديك هتلاقي الجزء الاخضر اتقطع معاك بسهولة لكن فضل صامت شوية من العرق اللي في النص ده اصله مغلص بالنحيتين بنسيج كولانشيمي فادداله شوية ايه تدعيم ادداله شوية ايه تقوية في نفس الوقت هو لين كلمة ليونة يعني ايه يعني تقدر تتنيه كده من غير ما تقطع طبعا الكلام ده امت لما يكون لسه نبات ده في الارض بتاعته لسه في تربته ما تجيليش نبات انا شيلته من اضطره وبقاله 3 اربعة ايام وبدأ يجفه وتيجي تتنيه كده وتقول لي ده تقطع ما عندوش ليونة لانه فقد الرطوبة بتاعته يبقى لو انا عايزة اركز في ايه النسيج الكولانشيمي مستطيب الشكل اهم نقطة انه مغلص عند الاركان بمادة الايه السليلوز واربط كلمة سليلوز بكلمتين وراها يبقى بتعمل تدعيم وليونة الكولانشيمي سليلوز تدعيم وليونة مش هنتعب لو قدرت اجيب التلات كلمات دول ورا بعد الكولانشيمي سليلوز تدعيم وليونة خلاص ابني بقى عليها كذا السؤال مصطلح او اختر من متعدد اي شكل هتقدر تجيبه يقول لك مثلا لو انا جبت لك في صورة اختر من متعدد ناسيج خلايا مغلصة عند الاركان خلاص عرفت تلامة عند الاركان وبمادة السليلوز ده ناسيج الكولانشيمي او على جدران النبات اللي تكسبه التدعيم والليونة طالما قال تدعيم يبقى دي مادة السليلوز يبقى انا احفظته لكام كلمة كولانشيمي سليلوز تدعيم وليونة طب افتكر معايا كده النسيج البرانشيمي النسيج البرانشيمي ده كان تلات كلمات بتوع ايه بناء ضوئي تخزين تهوية النسيج الكولانشيمي سليلوز تدعيم وليونة كده الدنيا بقت اسهل كل نسيج بيوضحولي كل حاجة عنه طيب تعالى نشوف صورة للنسيج الكولانشيمي عشان احس بالفرق بينه وبين النسيج البرانشيمي نبص كده على الصورة اللي معنا خلايا مترصة بجوار بعضها شفت بقى الغامق اللي انا بشاور عليه ده ايه ده بقى ده مادة الايه سليلوز مغلص عنده الاركان بمادة السليلوز كل اللي حوليه ده السليلوز اظن واضح الفرق بين البارانشيمي وبين الكولانشيمي يبقى سليلوز تدعيم وليونة طيب اخر نوع من انواع الانسيجة البسيطة الاسكولانشيمي نسيج غير مرة دي قلت عليه ايه غير حي اللي بقى هنفهم دلوقتي النسيج ده غير حي ليه اولا هو جدرانه مغلصة برضو مغلصة بس بص مادة ايه اللي جنين بالاضافة للسليلوز يبقى قريدي انت معك كده كده سليلوز هبدأ ارصب فوقيها لجنين كمان هرصب فوقيها لجنين كمان طب ده بيعمل ايه تقوية تدعيم بس اهم ما في الموضوع اكسابه الصلابة والمرونة اكسابه الصلابة والمرونة طب لو حاولت ان انا اخذ له شكل كده هو بيكون واخد الشكل السداسي او الشكل الخماسي خليا سداسية او خماسية انا بدأت المرادة باللجنين ودي المفروض الخلية اللي عندي في الداخل شفت انا مغلصة برا فين بص عاملة تغليز قد ايه واضح ان التغليز هنا اشمل واكتر كل اللي انا مغلصة حواليه ده اللي اداله الشكل ده دي مادة الايه اللجنين واضح الفرق بين التغليز هنا والتغليز هنا او واضح الفرق بين اللجنين وبين السليلوز انا اصدت عملها في نفس الورقة عشان تقدر تقارن بين ده وبين ده ده النسيج الكلانشيمي عند الأركان فقط لكن ده النسيج الاسكالارانشيمي ده تم التغلز وكمان المفروض انه بتغلز من جوه ومن بره كمان بس خلينا على التغلز اللي احنا درسينه او اللي علاية السنة دي طب هما قالوا عليه نسيج غير حي ليه لان غالبا النسيج الاسكالارانشيمي لما ابدأ اكون نسيج اسكالارانشيمي بتتهدم الجدر وبيتهدم البوروتبلازم وبتتهدم النواه وبتتحول خلية دي الى استوانة خلايا فرغة من الداخل لا فيه سيتوبلازم ولا فيه اي حاجة فبالتالي بيسموه غير ايه غير حي يبقى النسيج الحي اللي بيحتوي على البوروتبلازم النواة والسيتوبلازم بما تحتوي من عضيات لكن النسيج الغير حي الذي لا يحتوي على بوروتبلازم يبقى الإسكالرانشيمي نسيج غير حي مغلص عند الأركان بالسيلوز بالإضافة للجنين غلصت الجدران بمادة اللجنين الوظيفة تقوية وتدعيم أويته المرادي أكسبته الصلابة والمرونة نشوف صورته بص بقى واضح جدا جدا الصورة فارق بين الإسكالرانشيمي والكولانشيمي اللي فات واخد الشكل الخماسي أو السداسي هو اللونه أبيض اللي جوه دي الخلية والكل اللونه أحمر برا التغليز الشديد اللي برا ده دي مادة طبعا اللجنين بالإضافة إلى السيلوز يبقى أنا كده قدرت أفهم يعني إيه كولانشيمي؟ يعني إيه إسكالرانشيمي؟ ويعني إيه النسيج البارانشيمي؟ طيب نميز بين التلاتة أو نرجع مع بعض التلات كلمات اللي احنا قلناهم النسيج البارانشيمي أنا أهم حاجة معايا الوظيفة النسيج البارانشيمي كان وظيفته إيه؟ تلاتة بناء ضوء تخزين تهوية النسيج الكولانشيمي كان إيه تلات كلمات بتوعه؟ كان عندي سيلوز تدعيم وليونة طب النسيج الإسكالرانشيمي لجنين صلابة ومرونة بص أنا قلت على السيلوز عمل إيه السيلوز؟ قلت تدعيم دعم ليونة لكن مادات صلابة كلمة الصلابة دي معناها لجنين لما أقول لك أنا عندي جدر ملاجننة أنا فهمت إن الجدر دي أكثر الجدر صلابة الجدرة الملاجننة هي أكثر الجدر صلابة في الأنسجة النباتية نشوف اتصال معنا ماريم ماريم من المينيا معنا أهلا يا ماريم إزايك؟ الحمد لله كويسة صديقة دائمة البرنامج يا ماريم صح؟ اتصلت لأبلي كده من ورانا يا ماريم ما سأشير الحلقة اللي فاتت لي بقى احنا تعودنا على ستكو كل يوم يا ماريم فضالة حابب تقولي لي أخبار الأحياء معاك إيه؟ كويسة جميلة الأحياء سنقولها حلوة شايفة إنها ممتعة في دراستها أوه جميلة طيب يا حبيبتي لو في عندك أي سؤال أنا معاك طيب يا مرس لو سمحتي كنت أعوزة مصاعدتك لو سمحت ماريم أنا الفصل الثاني اللي هو التركيب الدكوط للخلية الدرس الأول والثاني آه الدرس الأول والثاني الأولان اللي بتكلم عن أسماء العلماء والثاني بتكلم عن المجاهر آه لا اللي هو التركيب الخلية آه التركيب الدكوط دخلت على العضيات الجدار الخلوي والغشايب لازمي والعضيات والكلام دي اي انا الدرسين دولا يا ذكرتهم اربع مرات وكل مدى اقعدتهم حوالي افطر من اربع ساعات مذاكرة ومش عارفة تحفظيه او مش عارفة ما انك متابعة حلقات بتاعتنا لو كنت سمعتين والتعليقات اللي انا بقولها كنت قدرت تحفظيه ما انا سمعت لو كتبتهم تمام طيب هقولك حاجة علشان خاطرك انت بس يا ماري ان شاء الله النهاردة لو ربنا قعننا وخلصنا الجزئية دي تميز الانسجة النباتية وحيوانية او عيدك ان المرة الجاية نعمل مراجعة شاملة يعني اما ناخد اول بابين الاساس الكيميائي معاها الباب الخلية بما فيها طبعا نركز على التركيب الضقيق اعمل مراجعة شاملة قبل ما ادخل في الوراسة او نعمل مراجعة على باب باب لوحده ايه رأيك طيب نريدك المراجعة كله في صورة السين وجيم تمام اه خلاص ماشي قبل ما ادخل في الوراسة او عيدك ان هنعمل ده ان شاء الله طيب لو في سؤال واقف معاك يا ماري انا معاك لا هي كله كل الاحياء جميلة طيب تمام خلاص زي ما اتفقنا اول ما اخلص الباب ده قبل ما ادخل في الوراسة ان شاء الله لان الوراسة محتاج مسائل وشغلة اتقل شوية نعمل مراجعة على البابين اللي احنا انجزناهم او اللي خلصناهم طيب نورتين ان شاء الله مع وعدنا لماريوم انا فعلا كان ده اللي كان في زيني او كنت بفكر هل ادخل في باب الوراسة على طول ولا نعمل مراجعة لان برضو اغلب الطلبة حتة الخلية مضيقهم شوية وبالذات اسماء العديات ووظيفة كل عدية فخلاص ان شاء الله لو انجزنا الباب ده النهاردة بقى الحلقة الجاية هتكون مراجعة ما انجزناهوش يبقى الحلقة الجاية هنكمل الجزء اللي فضلنا وكده كده مش هدخل في الوراسة غلما ان شاء الله نعمل مراجعة على البابين السابقين عشان اكون تأكدت منهم تماما قبل ما ادخل في الوراسة يمكن لان البابين الاوليين ليهم علاقة ببعض زي ما انتوا لاحظتوا مرتبطين ببعض شوية لكن باب الوراسة او انتقال الصفات الوراسية وباب التصنيف يمكن ما لهمش علاقة ببعض فانا اطمن على الاتنين دول وبعدين ان شاء الله يعننا ربنا وندخل في باب الوراسة هنكمل كنا بنتكلم عن الخلايا خلاص هنسيب بقى النسيج البسيط وعرفنا الفارق بينهم وندخل على الانسيج المركب افتكر معاي ايه هو النسيج المركب النسيج المركب عبارة عن مجموعة من الخلايا الغير متمثلة او المختلفة في الشكل والتركيب والوظيفة طيب تعالك المعتاد نشوف هنتكلم عن ايه ونشرح النسيج المركب عندي نوعين عندي خشب وعندي لوحاء ايه هو الخشب تركيب الخشب بيتركب من اوعية وقصيبات وخلايا برانشيمية ما اتفقنا ان البرانشيمة دي تعتبرها كده بطالة بنحطها في جميع الانسيج ايه هو الوعاء او ايه الفارق بين الوعاء وبين الكصيب الوعاء انابيب بتتكون من صف رأسي من الخلايا ما فيهاش بروتوبلازم ها تقدر تستنتج لهو حي ولا غير حي اكيد غير حي الجدر العرضية ترصب طبعا ما فيهاش لبروتوبلازم ولا جدر العرضية ونرصب على جدرها من الداخل مادة اللجنين ليه سمعت اللجنين اهو اكيد انا هدر النسيج ده ايه صلابة طيب نكمل وهرجع لها تاني شكله ايه واسع طويلة وظفته نقل المية والاملاح من الجزر للصاق للورقة يبقى ده اول حاجة الوعاء نقل المية والاملاح من الجزر للصاق والورقة طب والكصايبة هي عبارة عن خلية واحدة اختفى منها البروتوبلازم وتغلصت جدرانها بالليجنين برضو ما عنديش بروتوبلازم وتغلص برضو بالليجنين يبقى انا عايزة صلابة برضو يعني برضو غير حي وظفتها برضو نقل المية والاملاح طب قدرت تستنتج ايه الفرق بين الوعاء والكصايبة الاوعية وسعى نتجة من عدة خلايا بينما الكصايبة نتجة من خلية واحدة فقط يعني ايه تعال كده نحاول نتخيلها مع بعض انا عندي الخشب نوعين فيه اوعية وفيه كصايبات خليني فيه كصايبة الكصايبة عبارة عن ايه كصايبة تحس انها حاجة تغيرها كصايبة نتجة من خلية واحدة البروتوبلازم تهدم خلية وخلية وخلية بقى عندي صف رأسي من الخلايا كل البروتوبلازم لجوه الخلايا ده تهدم ما عنديش نواة ما عنديش سايتوبلازم ما عنديش اي حاجة في محتويات الخلية وقمنا مرصبين لجنين على الجدران خارجية طيب نشوف معانا تليفون تاني وبعدين نرجع معانا محمد عصام امنة ايو امنة 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 اي امنة امنة محمد امنة محمد منين يا امنة من اسوان من اسوان نورتنا امنة امنة الاول على الاحياء والمادة اخبارها ايه وايه اكتر الاجزاء في المنهج اللي اندايقاكي او حسن انت مش قادرة تستوع بيها او الززق برضو بتاع الخلية برضو اه واضح ان باب الخلية عامل ازمة عشان مليانه عضيات واسماء ووظائف صح كده ايو وودي تعف الحفظ ومنت نخبط فيهم معلش مرة في مرة في مرة هنحفظه ان شاء الله وزي ما انا قلت المريم قبل كده اه اللي كان التليفون اللي قبلك لو كنت سمعتينها ان شاء الله لما باب الخلية يخلص هنعمل مراجعة ان شاء الله على اول بابين او حلقتين لكل باب منفصلة عشان المهولك هاخد اول ربع ساعة من الحلقة الملك بسرعة واكتيبي وراي كل حاجة اتنايز بايه كل حاجة احفظها ازاي وما يذهب ايه وعينهم جايبين اسئلة عامة تمام كده ممكن لو عندك اي سؤال يا امينة انا معاك هو ممكن زينة الامتحان سؤال يقولني اسم مسلا عضية كذا لا عضيات معينة يعني ممكن مسلا يطلب منك رسمة النواة ممكن يطلب رسمة عضيات يعني ما يجيش يقول لي جهاز جولج ما يجيش يقول لي ليسوسوم لكن ممكن بلاستيدا اه ميتوكنديريا نواة ركزي على ثلاثة دول البلاستيدا اللي هي كنا بنقول جدارين و اقراص الجرانة و الارضية اللي بتسبح فيها اللي احنا سمناها السترومة وعندي الميتوكنديريا بالاعراف بتاعتها وعندي الرسمة بتاعت النواة وبرضو النهاردة هناخد رسمة اللحاء و هناخد الخلالة عصبية هي دي الرسومات اللي ممكن تكون وردة انها هتيجي ايه تاني سؤالك يا امي بس كده الباب اللي احنا هنراجع ان شاء الله هرجع ارسم الرسومات المهمة فيه مرة تانية انا هرسم النواة تانية هنرسم الميتوكنديريا مع بعض والبلاستيدا مع بعض و هكذا كل باب هرجعه هنليم الرسومات اللي فيه في الربع ساعة اللي اخدها في الاول مراجعة شاملة للباب تمام كده امنا عن ماشي امنا خط تقطع ماشي امنا خلاص احنا اتفقنا واضح ان الكل محتاج ان احنا نراجع باب الخلية مرة اخر كنا بنتكلم عن الوعاء وعن الكصايبة ايه الفارق بين الوعاء وخصايبة الكصايبة كصايبة صغيرة غير موسعة خلية واحدة مجوافة غير واسعة لكن الوعاء لما اقول لك وعاء فهمت ايه من المعنى حتى قصبة ووعاء بالفهم يبقى القصبة دي او القصبة دي عبارة عن ايه خلية وخلية وخلية تلاشى البروتوبلازم 하기 فيها اصبحت خلايا غير حية علل علل لكو الكصايبة او الوعاء خلايا غير حية لانها لا تحتوي على انوية ولا سيتوبلازم لا تحتوي على بروتوبلازم وغلزنا الجدران بمادة الليجنين طب ليه اصلا بتعمل حاجة مهمة اوي ده هتنقل الاملاح هتنقل المية والاملاح من الجزر للساق والاوراق بص بقى فيه نقطة مهمة اوي انا عندي في الساق ومش في الساق وبس على فكر وفي الجزر وفي الورقة انسجة بتسمى انسجة توصيلية ايه توصيلية دي اصلاه بتوصل دايما نقول ايه فيه اسنسير بيطلع وفيه واحد تاني بينزل فيه وعاء او فيه حاجة في النبات مسؤولة عن انها تنقل المية والاملاح من الجزر للساق للأوراق طبيعي الالية كده انت عارف ان الجزر مسؤول عن ايه امتصاص المية والاملاح من التربة طب الجزر انتص هيه وبعدين يوصلها للساق ها يوصلها للورقة روحت ليه للورقة مصنع تكوين الغذاء اوراق النبات بتنتلق بمين طبعا اكيد ممتلقة ببلاستاد الخضراء اكثر انتشرا في الورقة تقوم بعملية تصنيع الغذاء تكوين المواد الكربوهايدراتية كونتها في الورقة هتفضل محبوسة في الورقة لا لازم تتقل من الورقة الى مش هقول بقى للساق الى جميع اجزاء النبات فيه فرق في اللفظ انا قلت ايه تاني عندي خشب وعندي لحاء انا كده اتكلمت عن الانسجة المركبة اللي اتنين مع بعض فيه خشب وفيه لحاء يا رد تحفظها زيما انا بقول كده خشب سواء بنوعية او عيع او كصيبات هينقل الميا والاملاح من الجزر للساق للاوراق خلاص انا عرفت طريقه ماشي ازاي طيب واللحاء لا العكس هينقل بس بينقل ايه الغذاء الغذاء اللي بتكون الورقة الى جميع اجزاء النبات وجميع دي مهمة قوي ما ينفعش اقول لساق ما ينفعش اقول لجزر لان لازم النبات لما يبدأ الغذاء ينتقل ينتقل بهدوء وهنرسم اللحاء دلوقتي وتعرف بيحصل ايه عايزة احدد مروره عشان وهو نازل الورقة دي يوصل لها الغذاء البرعم ده يوصل له الغذاء وهكذا يوصل الغذاء الى جميع اجزاء النبات ما حددتش عضو معين هيوصل له الغذاء يبقى لا تكلمت عن الخشب وعن اللحاء كلاهما انسجة توصيلية ساعات دي يسموها وعائية الخشب نوعين وعاء وكصايبة فهمة الفارق الاتنين نفس التعريف عشان ما لخبطكش عبارة عن ايه انا بيه طويلة مجوفة طويلة ما عايزة تاخد طولها من اول الجزر لغاية الورقة مجوفة اصلاها لا تحتوي على بروتوبلازم اصلاها نسيق غير حي طب ليه عشان ينقل الميا والاملاح من الجزر للساق للورقة ماينفعش يكون فيه اي سايتوبلازم اي حاجة ماينفعش عارف ليه بديهي انت الوقتي هتنقل حاجة من تحت الفوق خلي بالك ان فيه حاجة اسمها جاذبية ارضية بتعمل ايه عايزة تجذب الميا دي او المواد الغذائية دي او الميا والاملاح دي الاسفل يبقى لازم احاول اسهله الطريق اخليه الانبيب دي طويلة وفيه طبعا الية لنقله اخليها له واسعة وطويلة ولجننها علشان يقدر يقوم بتأثير الجاذبية ماينفعش يحط له جدر وانا الجدر دي هيحصل ايه هتعوق الحركة انا فيه مشكلة وراي وطلع باجري عشان فيه واحد بيشديني من ورا تقوم تحطيلي حاجة في طريق تعوقني يبقى الخشب عمل ايه نقل الميا والاملاح من الجزء للصاط للأوراق شكله انابيب طويلة مجوفة ما فيهاش بروتوبلازم زود عند الوعاء كلمة واسعة بس لو قال لي الفرق بين الاتنين الوعاء انابيب طويلة واسعة القصايبة انابيب طويلة بس وكلهما مجوفة لو حبيت ادخل في تفاصيل تكوينه القصايبة نتجت من خلية واحدة الوعاء نتج من اكتر من خلية او من عدة خلية عشان كده هو اكسر اتساعا يبقى انا لما جيت كونتكو صايبة خلية وخلية 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 كونتلي ايه امبوبة طويلة مجوفة عشان تنقل المواد الغذائية بس لما حب اكون وعاء عشان انا عايزة شجرة بقى مثلا عايزة انقل ميا واملح بكميات كبيرة عايزة وعاء طب هد بقى شوية خلية جنب بعضها هدم الجدر اللي بينها تحولت الى وعاء ارصب الجنين هل بديهي لو انا جاي اكون او اعمل عمارة مثلا العمارة دي من دور واحد فيلا هتحتاج لها مواسير ميا نفس المواسير اللي هتعملها البرج ساكن مقام من 40 شقة طبعا البرجة يحتاج مواسير ميا تختلف كترها مختلف طبيعتها او سمكها يختلف لكن الفيلا دا يدوبك دور ولا دورين بكتير في انت الفرق بين نبات عشبي الخشب عنده شكله ايه وبين اشجار ونخيل الخشب عنده شكله ايه كده اظن الخشب خد حقه انا بيه طويلة مجوفة وعاء وكصايبة وعاء واسعة وكصايبة ديقة او اقول له ايه طويلة مجوفة بس وكلهما مسؤولة عن نقل المواد الغذائية او بمعنى اصح نقل الميا والاملاح خلينا في كل اتنى اولاح مواد غذائية خلينا مع اللوحاء يبقى نقل الميا والاملاح من الجزر اللي الصاك الى الاوراق طيب تعالى نشوف صورة له صورة توضح الخشب ده الخشب الاوعية والكصايبات ايه اللي بتكون الخشب هي دي الصورة بتاعتها طيب تعال عشان نلحق نشوف اللوحاء نظامه ايه هو كمان اللوحاء انا بيه بغربة ليه تنشأ من خلايا مترصة فوق بعضها تلاشت منها الانوية جدورها العرضية مسقبة هسميها صفائح غربة ليه لتمر منها خيوط السيتوبلازم كمان عندي حاجة تانية اسمها خلية مرفقة خلية حية موجودة بجوار الانبوبة الغربالية تمدها بالطاقة وتمدها او تنظم عملياتها الحيوية وظفته نقل المواد الغذائية عالية الطاقة من الاوراق الى جميع اجزاء النبات طبعا لاول مرة تقول ايه الكلام الكبير ده الكلام ده يتحافظ ازاي هنشوف طيب تعالى معايا واحدة واحدة نفهم اللحاء ده نظامه ايه بس الاول نسمع ليلى ليلى من القاهرة حالي ازاك يا ليلى الحمد لله قايفة اخبارك ايه الحمد لله قايفة ليلى صوتك رقيق جدا يا ليلى ماشي ماشي يا حيبتي اخبار الاحياء معاك ايه الحمد لله قايفة الحمد لله نفس المطلب برضو بتاع الخلية اه الحمد لله طيب تمام قوليلي امورين يا ليلى لو محتاجة اي سؤال انا معاك يا مام انا كنت ايه عايزة حريك لما تيجي تراجعي على البابين تراجعي ان تديني اهم الاسئلة على الفصل التاني التاني اه طب تمام خلاص يعني انت عايزة فهم راجعة الفصل التاني نركز عليه شوية بالذات الدرسين بتوع التركيب الضقيق ايه وناخد اهم الاسئلة فيه الخلاص ايه الزتون اه حاضر حاضر يا ليلى خلاص طالما مطلب شامل خلاص تدقيني بس واضح ان احنا النهاردة مش هنعرف ناخد تمازل الانسجة الحيوانية يبقى الحلقة الجاية التمازل الحيوانية ويبقى اللي وراها ان شاء الله مراجعة شاملة للباب ده بس ماذا لكن الباب الاوليني ما فيش منه مشكل لا الباب الاوليني كوي طب خلاص يبقى انا هركز في الحلقة على الباب ده بس التركيب الضقيق اللي هي الحلقة هتكون ان شاء الله اللي بعد اللي جاية خلاص ماشي يا ليل انت تؤمر يا باشا محتاجة اي سؤال لا ربني ماشي يا ليل مع السلام هنتكلم عن اللحاء كنا بنقول انا بيب غربالية طب ما تيجي نرسمه علشان افهم ايه موضوع اللحاء ده مطالبين برسمه الناس اللي كانوا بتقول الرسمات خدنا في الجزء اللي فات النواة خدنا المتوكنديريا البلاستيدا ومطالبة برسمة اللحاء تعال ارسمها معايا كده هعمل خلايا اسطواني طبعا في اي انسجة او لما تكون بترسم نبات يفضل اي نسيج حيواني ما ترسموش بالمصدرة ارسم باديك يعني ارسم عادي لانك لو عادي لو انت لقيت مثلا فيه اي تعريج او اي حاجة زي كده مفيش اي مشاكل ان انت بترسم خلايا حية ده ايه لانا بعمله ده اوضح لك حالا دلوقتي انا بعمل ايه وهاجي كده وقم عاملة كده ونزل ايه ده المفروض دي كده اسمها انبوبة غربالية ليه سموها غربالية اصلي انت لو لاحظت الجدار بتاحها سواء ده او ده الجدار مسقب الجدار ده بيسموه صفيحة غربالية طيب ماشي ده ايه ده او دي اسمها خلية مرفقة وجواها نواه وطبعا اكيد فيها سيتوبلازم طب وهنا هنا بصي بقى هانزل اعمل ايه هعمل نقط ايه دي دي خيوط السيتوبلازم هشور عليها كده واسم دي خيوط السيتوبلازم خلي عينك على الرسمة وهوصف لك من خلال الرسم ايه هو اللحاء ده قطاع طولي في اللحاء اللحاء عبارة عن لو طولتك اشن يبان معاك الموضوع اكتر اللحاء عبارة عن طيب اللحاء عبارة عن انابيب غربالية شكلها بتكون واخدة الشكل الاستواني اللحاء عبارة عن خلايا او انابيب هسميها انابيب غربالية شكل بتاعها شكل استواني طبعا استواني ليه لان حركة المية في استوانة بتكون ايسر او اسهل طيب نسمع معانا بسمة وبعدين نكمل بسمة ازاي حضرتك يا ميز ازايك يا بسمة اخبارك كويس الحمد وحضرت او هتقريدي نفس المطلب بتاع تركيب الضوكيك للخلية بس اه برضو كويس حضرتك بعمل ازمة جمد اوي لكم يا بسمة ايه ايه والرسومات والعضيات والوظائف اللي فيه تمام او الدرس الاخير بس او اللي عمل ازمة معايا الدرس الاخير اه مش ده ولا اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ايوة اللي احنا تمايزه الانسجة حالو معايا بسمة انا سماعاكي الدرس الاخير هو تمايزه الانسجة ولا الدرس الاخير اللي احنا شرحنا الحلقة السابقة اللي احنا شغالين فيه حاليا ولا بتاع الحلقة السابقة اللي حضرتك بتشرح فيه دلوقتي اللي انا بشرح فيه دلوقتي طب تمام ماش خلاص حضر نركز لك برضو يبقى احنا زي ما احنا متفقين طب معايا لش انا عندي سؤال يا ريت الفضال يا ريت قولي اه ماذا يحدث في الحالات الاتية ماذا يحدث في الحالات الاتية في الحالات الاتية اضافة كاشي في سودانة البعض لحظة بسمة عشان بكتبوا راكي ماذا يحدث في الحالات الاتية قلتي ايه اضافة كاشف سودان اربعة اضافة كاشف سودان اربعة تمام لا محلول لا محلول بزور الفول السوداني بزور الفول السوداني الفول السوداني تمام ايه بس كده ايوا كده طب فيه سؤال تاني طيب معايا شخص طيب اسماعيني طب الاجابة اسمعت Try Toimm? ماذا يحدث عند اضافة كشف السودانة اربعة السودانة الاربعة ده بيكشف عن ايه? لا ا shoot. ها? اه? ا possibil طيرا هم تخليك معي? السودانة اربعة مسؤولة عن كشف عن ايه? ا쳐ف Where Do what Δies? عن كشف عميه عن كشف في الا بيكشف عن? soudanة اربعة عن ليبيدات. عن ليبيدات. طب هل انت تعرف ان الفيلو سودانه عبرها عن ليبيدات؟ طبعا. تعال شوفوا ماما كده وهي مرة بتكسر فول سوداني لو حطيته في كيس او حطيته في ورقة بيضة وبتكسر جواها فول سوداني هتلاقي الورقة كلها ايه زيت صح مادة دهنية الفول السوداني يعتبر مادة دهنية عالية جدا فبالتالي لما تحطي عليها كاشف سودان 4 هيتحول لون الزيت اللي في الفول السوداني ده الى اللون الاحمر خلي بالك ان الكاشف سودان 4 ده عبارة عن حطة صلبة لونها احمر كده او نسيق لونه احمر كده لما بحطها على الزيت او على السمن بيتحول لون الزيت والسمن للون الاحمر يبقى هيتغير لون بزوري الفول السوداني للون الاحمر ليه لانها عبارة عن ليبيدات او عن دهون واضح ان اتصال القطع بس بس بأكيد سمعين يبقى هيتغير لون البزور للون الاحمر او الزيوت الخارجة من البزور للون الاحمر هو بقالك محلول بزوري الفول السوداني يبقى اكيد المحلول ده في مادة زيتية هيتغير لونها لللون الأحمر لأنها عبارة عن ليه بيدات ده كان سؤال بسمة ونرجع تاني لرسمتنا بتاعة اللحاء قلنا إن اللحاء كان لك معايك شرحاً الأول خلايا استوانية ليه خلايا استوانية طب تعال فكر معاي كده ما عمركش شفت مرة خرطوم مية خرطيم المية العادية دي مربعة أو مضلعة لا ليه علشان الزوايا في الخرطيم دي هتعيك حركة المية أكيد نتيجة الاحتكاك لكن لما بتكون الاستوانية دي أو الخرطيم دي دائرية أو استوانية بيسهل من حركة المية نفس الفكر أنا عندي اللحاء عبارة عن خلايا استوانية خلاص سوانة عرفنا استوانية ليه لازم كل كلمة أفهم معناها ذات جدر عرضية مسقبة قال له ده أنا عندي جدار بالعرض كان عندي في الخشب مفيش فكلا ما قلنا تهدمت الجدر بقت عبارة عن أنابيب طويلة فضية مجوفة هنا أنا احتفاص بالجدر بس الجدر ده أصبح إيه مسقب علشان كده سموا الجدر إيه صفيحة غربالية عارف جات منين كلمة الغربال لأن انت لما تيجي تبص عليه تحت المجهر هيبان لك كأنه عامل زي الغربال اللي ما يعرفش يعني إيه غربال اللي هي المصفة بس الغربال بيبقى أدك طبعا أكيد لو روحنا سألنا ماما في البيت عندك غربال هتوريك شكله إيه هو بيبان تحت المجهر كده فسموها أنابيب غربالية وسموا الصفائح دي صفائح غربالي خلاص طب ليه مسقبة ليه عشان تسمح بمرور خيوط السيتبلازم خلالها هتسمح بمرور خيوط السيتبلازم خلالها طب أنا عايزة السيتبلازم يمر ليه وطالما فيه سيتبلازم هل دي تعتبر خلية حية ولا غير حية حية عارف ليه عشان انت شكيت فيها دلوقتي عشان هي في عندك خيوط السيتوبلازم اذا دي خلية حية طب انا ليه في اللحاء احتفظت بخيوط السيتوبلازم اصل السيتوبلازم هو المسؤول عن نقل وحمل المواد الغذائية علية الطاقة يعني الكربوهايدريت ده لما الورقة بتكونهولي لازم مش يعرف ينتقل لوحده كربوهايدريت سكريات ما يعرفش لازم يزوب في السيتوبلازم لازم يحمل على السيتوبلازم عشان يقدر ينقله كربوهايدرات لازم ينقله المين المسؤول عن النقل هنا ده محمل على السيتوبلازم طيب خلاص انا كده فهمت خيوط السيتوبلازم بشغلتها ايه شيلاني المواد الغذائية علية الطاقة وهتنتقل من الخرير اللي وراه وطبعا تخيل بقى ده جدار مساق واللي وراه جدار مساق واللي وراه جدار مساق اذا دايما هتلاقي السيتوبلازم مرر على شكل ايه خيوط تعالى كده اجرب هاته غربال او مصفة وملاها مية والحقها بمصفة تانية تحتيه ومصفة تانية تحتيه ونزل المية هتلاقي المية نزلت عليت ايه خطوط هو ده بالزبط عشان كده ما قلت السيتوبلازم انا قلت خيوط السيتوبلازم وهتكون محملة كمان بالمواد الايه الغذائية طيب فهمنا ليه الخيوط ليه الجدر هل دي مش هطوعك الحركة لا معنى سيتها مسقبة عشان يمر بس علل ليه بتحتوي انوية اه اوعية اللحاء على جدر مسقبة ما كنا شلنا له الجدر دي طب تعالى كده نقولها في سؤال ماذا يحدث له تهدمت الصفيحة الغربالية دي او الجدر العرضية في انسجة اللحاء فكر معايا ممكن يحصل ايه لو انا ما عنديش الصفائح دي هيحصل ايه الغذاء اول ما هينزل على طول خلي بالك ده جاي من فوق لتحت يعني جاي محمد مع السيتوبلازم ماشي مع حركة الجذبية الايه تخيلت معايا الشكل ماشي مع حركة الجذبية الارضية يعني جذبية مساعداء يعني لو ما عنديش الجدر دي هبصة لاقي حصل من السيتوبلازم نزلي برضو او نزلوا بسرعة في الجذر ما ينفعش ليه يا عم لان انا لما باجي اقول وظيفة اللحاء بقول وظيفته ايه نقل المواد الغذائية من الورقة الى جميع اجزاء النبات انا مش عايزة للجذر مش عايزة للصاق انا عايزة ان كل نسيج وكل خلية اصدى غذة كل خلية محتاجة غذة اكسوجينة عشان تعمل احتراك وتحصل على الطاق يبقى انا قدرت استنتج الصفيحة دي شغلتها ايه بتحدد تحدد مرور المواد الغذائية بمعنى انزل يا عم براحتك بس انزل ايه بالراحة عشان وانت نازل الاقي فيه هنا برعو ما هتديله الاقي فيه هنا الغذاء هتديله انت بتنقل انت مش تمشي المشوار جاري عشان توصل للجذر انا عايزة اوصل لكل حتة في النبات اوصل لها لنواد الغذائية عليها التطاقة دي بغيزة لازم يوصل للكل يبقى انا هنا فيه انت ليه في عندي ايه ليه في عندي الصفيحة طيب احنا قلنا كده الصفيحة شغلتها ايه ولو شنها يحصل ايه طب لو انا جيت على الصفيحة دي وامتحط عليها لجنين سديت السكوب الغذاء مش هيمر برضو ما ينفعش لازم يكون في الصفيحة عشان تحد المرور ولازم تكون مسقابة عشان تسبح ممرور خيوط السيتوب لازم وهتبص تلاقي فيه جنبها فيه ايه خليها مرافقة عشان نبقى خلصنا الجزئية دي فيه عندي جنبها خليها مرافقة ليه بقى لو رجعنا للرسم هتلاقي فيها نواية اصل خليها المرافقة مع كل امبوبة غربلية فيه خليها مرافقة بتصاحبها ليه علشان دي بتنظم العمليات الحيوية لو لاحظت هيه اللي فيها نواية بتنظم نشاط الخليها التانية فيها متوكندرية عشان تمدها بالطاقة اصلنا بنقى الغذاء فالنقل ده محتاج إلى طاقة مين اللي هيدله الطاقة دي الميتوكندرية او الخليها المرافقة اخر حتة او اخر سؤال ايه اللي يحصل لو النقبوبة الغربلة دي خلت من الخليها المرافقة لن يتم تنظيم عملياتها الحيوية ولن يتم امدادها بالطاقة اذا وظيفة اللحقة تتوقف وظيفتك ايه لوحاء نقل النواد الغذائية عليها الطاقة من الورقة الى جميع اجزاء النبات يبقى دي كانت اخر جزئية معانا في تمييز الانسجة النباتية كده تكلمنا عن نسيج المركب خشب اللحاء وعرفت الفارق بين الاتنين وشفنا صور توضيحية وضحت لي الفارق برضو لو حبينا نشوف اخر لقطة اخر صورة معلش اخر صورة بس توضح لي نسيج اللحاء عشان يبقى ختمنا الجزئية بتاع تمييز الانسجة النباتية طبعا واضح الخلايا المرافقة اللي بجوار نسيج او بجوار انبوبة الغربة لي وبكده نكون انتهينا من تمييز الانسجة النباتية الحلقة القادمة مع تمييز الانسجة الحيوانية اكثر تعقيدا اكثر تمييز هتلاقوا معنا الصور برضو حاجات هتوضح لكم حاجات كتير وزي ما اتفعلنا الحلقة اللي وراها هتكون مراجعة استمتعنا بوقتنا معاكم واستمتعنا باتصالاتكم ياريتش يكون فيه دايما تواصل واتصالات بيننا على وعد باللقاء الحلقة القادمة